تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تفقد عددا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة أعقبها المرور على معرض منظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليا داخل القوات المسلحة كما شاهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتلي لأفراد القوات الصاعقة كما نقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتلية مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ